مساء الخير هو سيناريو مكرر لاستحقاق يجب أن يكون معجلا شهدته الجلسة النيابية الرابعة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية وفيما لم يحدد رئيس مجلس النواب نبيه بري موعدا لجلسة جديدة هذا الأسبوع علمت الانبئان أن الرئيس بري بدأ مروحة مشاورات بعيدة عن الأضواء لترجمة مسعاه المتعلق بإطلاق ورشة حوار للتوافق على الملف الرئاسي هذا المسعى أكد عليه المكتب السياسي لحركة أمل اليوم مشددا على أهمية تلاقي إرادات الكتل النيابية على حوار جدي وتواصل مفتوح ومباشر بعيدا عن المواقف المسبقة من أجل الوصول إلى تفاهم واتفاق على اسم الرئيس المقبل هذا رئاسيا أما حكوميا فلا جديد سجل على مستوى اتصالات التأليف التي بقيت بلا حرارة ولا ثقة حتى الساعة على صعيد ترسيم الحدود البحرية زيارة مرتقبة للموفد الأمريكي أموسوكشتاين خلال اليومين المقبلين إلى لبنان لتسليم الجانب اللبناني الوثائق النهائية للتفاهم تمهيدا لتوقيعه الخميس المقبل في مقر قيادة قوات اليونيفل في النقورة وبالتوازي يترأس نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب الوفد اللبناني إلى دمشق يوم الأربعاء المقبل لإجراء لقاءات مع كبار المسؤولين في سوريا بهدف مناقشة مسألة الترسيم البحري بين البلدين فيما تحدثت معلومات صحفية عن وصول كتاب من الجانب السوري إلى وزارة الخارجية اللبنانية يعتذر عن استقبال الوفد اللبناني لترسيم الحدود لارتباطات مسبقة قضائيا تقدم النائب علي حسن خليل بشكوى إلى هيئة التفتيش القضائي بحق رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود لشله عمل المجلس ورفضه تطبيق القانون